ذلك الشراكة مع الخبراء الفرنسيين لإعادة البريق المفقود للعاصمة معي بيالو ستوديو السيد عبد الحميد بوداود الخبير في الهندسة المعمارية مرحبا بك بك مرحبا طيب سيد بوداود يعني نحن تكلمنا كثيرا عن العاصمة الجزائر أو الجزائر البيضاء مثل ما يسميها الكثيرون التي فقدت بريقها يعني منذ عدة سنوات العاصمة لم تكن هكذا هل تعتقد بأن هذا المخطط مخطط تطوير العاصمة أفق 2035 سيأتي بالجديد وسيمنح صورة أكثر تشريفا للعاصمة الجزائرية حقيقة هي حاجة جوهرية ولكن بعدما يهل طرى غلقنا الميلف في انتع قانون 08-15 لهذا لا نقدروا شيء ندروا حاجة نقولوا حاجة مودان ولكن فيها ما زلنا متأخرين ولهذا أنا نشوفه ما نجد ضد هذه الخبراء المهندسين الفرنسويين أو إيطاليين أو كذا ولكن لازم يكون اندماج مع المهندسين الجزائريين لهذا مهندسين جزائريين أن نعطي سبيل المثال نوتردام نهار كانوا يرمبوا فيها داروا جزائريين داروا يسمى طرابوس عندهم ولوا عندهم يسمى خبرة في هذا الجنب لهذا أنا نشوف يبدو لي لازم يكونوا جزائريين في الوسط يكونوا مع هذه المهندسين ويديروا خبرة تكون عندهم خبرة منها تعلموا استقبل نشوفوا العاصمة من تكونوا هنا من القصبة القصبة وش فيها؟ القصبة يسمى حاجة عالمية وفي 1992 تقلت اللينوسكو ولات يسمى مكان عالمي طيب أستاذ بديت من القصبة نروح ونبدأ من القصبة ألا تعتقد بأنه كلم المفروض لاستعانة بخبراء يعني عندهم خبرة ودراية حتى من ناحية تاريخية مثلا الأتراك في هذا الجنب عوض الاستعانة بالفرنسيين لا نحن ما نقوله لا ما عندناش فرق ما بين الفرنسيين أو الأتراك نقدر نقول ثاني اليونانيين عندنا العاصمة التاليونان لابراكا كيف شو يسعوا كانت الناس كانتش كنتم ما قال يا أهل الطرق قادر ترمم أم لا ما يش قادر ترمم الدولة ترمم ويخرج من تم وبعد ذلك ويش داروا داروا يسمى عاصمة قديمة بالليزارتيزون توحى بالأكل الترديسونالي بالأكل اللبسة يسمى الترديسونالي لماذا هذا ما ندروا إحنا في الجزيل نقوله كل يوم يسمى حاجة جوهرية حاجة عظيمة حاجة كذا تصريحات يعني تصريحات للتداول أو للتناول الإعلامي طيب ونشوفوا تاني يسمى اللي هنا عندنا سياسة عمودية ما يسمى يعني باوريزونطال يعني طرح شورنا المهندسين قلنا لهم يا أنا راح ينوى سياسة شركاء يمدوا نظرة ويمدوا يسمى عقلية من هذا الجنب ولماذا كما قلت يقولوا لماذا ما ندخلش معهم تكون عندنا خبرة تاني مستقبل في هذا فيما يتعلق بالجانب الجمالي للعاصمة إضافة إلى هذا فيه الاختناق الذي تعاني منه العاصمة يتكلم الوالي زوخ ويقول أنه سنحول المكان لفيه مصفة الوقود الواقعة بالخروبة لاستغلال العقاري في بنايات عصرية هل تعتقد بأن العاصمة اليوم في هذا الخنقة التي نعيشها إن صح على التعبير تحتاج إلى المزيد من البنايات والمزيد من حتى لو كانت هذه البنايات هي أبراج مشيدة أنا واش نقول اليومين هداء لماذا لا ما نحبسوش من البنايات في العاصمة نخرجو على العاصمة شوفوا فرنسا بريز عندها قاعدة يسمى العاصمة وعندها لا بيريفيري لماذا نحن لا نطورش لا بيريفيري وثانيا وعندنا بنايات نبنوا بنايات يسمى سيدي دورتوار ما عندناش المرافق لي تبعوها لهذا ما نقدش نقولوا باللي عندنا عاصمة مودان عندنا عاصمة جديدة عندنا بنايات جديدة حقيقة تقصد يعني المدن الجديدة مثلا ليتكون ما تكونش مجهزة بكل المرافق ما يخلي الأمور تبقى مركزية دائما مرتبطة بالعاصمة أنا نشوفه كيف يمكن بناية تمام مركزية تحب ناتك متسبيل المثال عندنا عين ناجة عندنا قريدي عندنا الأخر عين الله عندنا وما يشبه يسمى بناينا باش الناس تروح ترقوا دبرك ما عنداش يابد صند كولتورال يابد بيبلوتيك يمكاش الناس وينطرح لهذا أنا نشوفه من الكائن الأخر يقضيوا اليوم هنا في العاصمة ومبعد يعودوا يرجعوا لديارهم في الليل يرجعوا ولي عندهم يسمى الأكل والخدمة والخدمة الأكل ما كانش يسمى حاجة اللي إنسان يشغل باله بها وشفنا الشباب الشباب تمحلين قولها بكلمة فقيرة الشباب ضايع لأنه ما عندوش وين يروح هذا لكون احنا نقوله يكون فيه برنامج وكامل متكبون نهضروا مع المهندسين مهندسين يطرحوا عندنا في الجزائر العاصمة عندها متكبونة ب57 بلدية لماذا ما نشوفوش البلديات نضيروا أبوا مفتوحة ونشوفو وش يعطي لزيدي التاحهم ومبعدها نقدموهم نسيد الولي والولي مع الوزير السكن نشوفوه كيفاش راحات تكون عندنا في المستقبل طيب تقول سيبن داود أو بو داود عفوا أنه لو تم فتح الباب وطرح المجال للأفكار سيتم أكيد إيجاد حلول هل تعتقد بأنه لأنه فيه أطرحة أخرى تقول بأن العاصمة بصورتها الموجودة حاليا لا يمكن استعادة بريقها إلا إذا تم استحداث عاصمة أخرى مثلما ذهبت إليه بعض البلدان ومثال ذلك مصر مثلا راحوا الأرض يعني فارغة وعودوا داروا عاصمة جديدة حقيقة عاصمة جديدة ونقولوا ما تكون مدينة جديدة على الأقل لازم لها 40 أو 50 سنة كررت وقلت هذا الشيء مدينة جديدة ما نقضوش نبنوها في 50 أو 60 لأن نبنو فرع وبعدها نشوفه وش النقايص في هذا الفرع وبعدها بتاني وميشوها ونروحوا حنا عندنا نحبوا المدينة جديدة نبنوها في 50 أو 10 سنة وكذلك اليومينا هذا عندنا نقايص بزاف النقايص في الأحياء ما صحناه مش لهذا عندنا كل يوم سياسة عمودية من شيء وفقية أني الوريزونطال الوريزونطاليتي واش تقول تقول اسمه في البلدية تندروه أبوة مفتوحة ونشوفه الأفكار انتع الناس شوفوا الأفكار انتع الراس البلدية بعد ذلك نطرحو بعد ذلك نروحو للقدام نتوقف عند فاصل إشهار نواصروا بعده بقية نقاش شكرا